يسعد اوقاتكم اهلا وسهلا فيكم اليوم رح نعمل مع بعض كبسة بالفروج او بالدجاج عندي هون المكونات ملح توم مدقوق عندي ارفة طبعا انا حاطة من كل وحدة هون معلقة شاي الصغيرة نصف معلقة الشاي الصغيرة رنفل افلفل اسود وهيل وكاري زنجبيل اخضر انا جايبته مقطعته وعندي حبت جوزة الطيب كمان مطحونة كل هدول نصف معلقة شاي صغيرة انا حاطتهم عندي هون فلفلة خضرة وجزر وعندي معلقة دبس الفلفلة معلقة دبس البندورة بصلي بارشتة بارش وهذا الليمون الناشك اللي بيسموه النومي كمان عندي ثلاثة عندي بارشتة ثلاثة حبات بندورة انا بارشتون وطبعا الرز عندي هون كاستين الرز انا ناقعة وعندي الفروج الفروج انا شايفتي انتي بهالشكل انا هدول البهارات كلهم اللي هون كلهم قبل بيوم خلطتون وتبلتم فيهم يعني غلفتم كلهم فيهم وحطت لهم معلقتين زيت نباتي عادي يعني وخلطت التوابل ودهنتوا فيهم وغطيتهم وحطيتهم بالبرات صاروا بهالشكل هذا هلا رح ناخدهم على النار ونشوف شو رح نشتغل مع بعض انا حطيت هون الطنجرة على النار وحطيت فيها معلقتين زيت نباتي رح ضيف كمان تقريبا معلقت سمنة لان الرز هذا البسمتي بده صراحة بده دسم يعني حتى الرزة تاخد مجال وتلاقيها هيك مفلفلة وكل حبة بحبتها هلا رح حط السمنة لحتى الدوب وحط عليهم البصر رح حط البصر قلبون شوي صغيرة التوم ما بديه يعني يتحمر كتير بس تقليبة صغيرة هلا رح ضيف انا بدي قلي الفخاد الفروج اللي انا مجهزتهم شوي لحتى ياخدوا نكهة البصر والتوم لانه انا هدول هلا بدي سلقهم بدي اياهم اول شي قليهم شوي صغيرة خليهم هيك شوي على النار اذا ما بيسعوا بعملهم على دفعتين تركهم شوي صغيرة اللي هيتقلوا هلا من بعد ما قلبتهم انا رح حط البندورة بس رح اترك شوي صغيرة لانه انا رح بدي حطهم هلا بالفرن بدي حط كمان معهم شوي صغيرة من صغيرة البندورة حتى ما ينشفوه بدي حطهم بالفرن وراح اضيف عليهم المي طبعا انا هدول عندي كاستين رز رح حط هلا كاستين مي هو كل كاستين من رز البسمتي بده كاستين ونصف مي فانا هلا رح حط كاستين لانه البندورة كمان بتعطي السوائل وبشوف بعدين اذا احتجت مي بحط احسن ما حط كمية مي كبيرة واخد منها بخف من التوابل وراح حط كل شي توابل عندي انا قبل شوي حكيت عنها وبتركهم لحتى يغلوا بتحبي تستعمليهم كلهم تسويهم بشكل واحد يعني للاخير او بتحبي تسويهم نصف سوي يعني ما تخليهم يستووا على الاخير وبس حمرهم تحمير بالفرن محا خليهم يعني كلهم يستووا بالفرن رح او بالاحرار خليهم كلهم يستووا بالفرن محا اخدون نصف استوى يعني رح خليهم كلهم يستووا بالفرن هلا رح حط كمان الملح رح حط كمان شوي من دبس البندورة لان بدي حط كمان وابدي حطهم بالفرن اذا انت حطيتهم وما حطيتهم مرأة او السلسل اللي هي فيها رح يختلف معاك كل الطعم فلازم نفس الشي اللي تحطي هلا هون بدك تحطي شوي منه بالفرن بدك تحطي كمان نفس البهارات او بتاخدي من المرأة اللي انتي عاططيها هلا هيك رح خليهم لحتى يغلوا ويستووا منيح وبرجع بارجيكم شو رح نعمل طبعا ديضيف الزنجبيل كمان هلا بهالوقت هلا هيك رتهيت من كل البهارات اللي عندي رح خليهم يستووا برجع لكم انا عندي هون صار تقريبا هلا 3-4 ساعة الفروج عندي صار مستوي انا رح ارفع الفروج متل ما نكون شايفين صارت المرأة كتير تخينة سمكة كتير انا حاطة هون الجزر والفليفلي الخضرة رح ارفع الفروج وصفه بالصينية لحتى حمرهم بالفرن هلا هدول الزنجبيل والقطع الكبيرة اذا انتي ما بتحبيهم فيك ترفعهم بهالوقت هذا او فيك تخليهم مع الرز انا بدي ارفعهم للصراحة لانه الملكة اللي عندي بيحبهم فرح ايمون حطهم على جناب لحتى حط الرز غايق طعج الزنجبيل كمان بدي ارفعه فيك انتي تحطيها اذا بديك مع الرز بالاخير بعد ما تسك به هلا هاد الفروج رح قليك بس قبل ما حط الرز هون شو رح نعمل انا حطيت هون كاسة موي رح حط عليه دبس البندورة والفلي فلي اللي تركتهم انا قبل شوي وحلهم مع بعضهم لحتى حطهم فوق الفروج رح ارجي ككيف لان انتي اذا حطتيها هلا هيك رح ينشيف وما حتستوي عندك الجزار وحتى اذا انتي بتحبي فيك تكتري المي بصير عندك صوس فيك تستخدمي كمان بتاكليه مع الرز اذا حبيتي رح حط كمان البندورة اللي انا تركتها طبعا فيك زي دي كمان شوي من زيت نباتي لهذا الفروج هلا انا هدول رح حطهم هين واخدهم حطهم بالفرن لحتى حمى فيهم الفروج اللي عندي انا رح ضيف الرز هلا فوق المرأة اللي انا تركتها بعد ما امت منها اللحم هلا مجرد انه يغلي الرز رح انا حط الطنجرة كله على نار هادية كتير كتير متل ما بتطبخي الرز بشكل عادي هلا انتي اذا انتي ما بتقدري تقدري مثلا قدي انتي بدك تحطي هون المي بتشوفيها انتي قبل ما تحطي الرز خدي المي كله وقدريها بالكاسة يعني انا مثلا هلا هاي اللي بدي حطله انا بدي حط فوق الرز قدر اصبع هيك صغيرة هاي رح حطهم فوق لانه المي طبعا انا ما حطيت كفاية رح حطهم فوقون بشكل هادا انتي اذا بدك حطي لكل كاسة رز كاسة ونص مي هادا الرز الطويل بده كاسة ونص مي انتي اذا ما قدرت تعملي هالشي هادا خدي المرأة قبل ما تقدريها حطيها بالكاسة وضيفيها فوق الرز انا هلا هادا هيك رح اتركو يغلي وارجيكم بعدين كيف رح يكون شكله شايفة كيف هلا بس بلشت تغلي انتي فيك تحركيها بهالوقت لانه هي البندورة تقيلة بس بهالوقت حركية تحريكة صغيرة وبتحطها هلا هيك بنغطيها وبنتركها على نار هادا كتير كتير لحتى بدا شي نص ساعة تقريبا لحتى يستور الرز وبارجيكم شكله نهائي كيف رح يكون طبق انا هيك صار جاهز انا بعد ما حمرت الفروج اخدت الجزار والفلي فلي حطيتهم كمان تحت الفروج على وجه الرز وحطيتهم بعدين الفروج على وجه متمنى يكون عجبكم طبق اليوم اهلا وسهلا فيكن لا تنسى تتابعوني على قناتي وطبخنا السوري اشتركوا في القناة